تمكنت عناصر الأمن الوطني بميناء تنجى المتوسطة بتنصيق نمع نظيرتها بالجمريكا من إجهاد عملية للتهريب الدولي لبضائع أجنبية خاضعة لمبررات الأصلة تتمثله في 30410 وحدة من الاختبارات السريعة للكشف عن فيروس كورونا تتم ضبط سيارتين نفعيتين وشاحنة مرقمة بالمغرب عند وصولهما علمتنا رحلة بحرية قادمة من أوروبا هيتم حج 7680 وحدة من اختبارات الكشف عن فيروس كورونا علمتنا العربة الأولى و22680 وحدة من هذه الاختبارات علمتنا الناقلة الثانية إجراءات المراقبة الحدودية مكنت من ضبط سيارتين نفعيتين وشاحنة مرقمة بالمغرب مباشرة بعد وصولهما علمتنا رحلات بحرية قادمة من الموانئ الإسبانية هذا وقد تم أخذاءها سائق هذه المركبات وهم جميعا من جنسية مغربية للبحث القضائي تحت إشراف نيابة العامة المغتصة ويأتي إحباط هذه العملية في سياق المجهودات التي تبدلها المصالح الأمنية المغربية لضمان الأمن الساحي لعموم المواطنات والمواطنين ورصد كل عمليات التهريب والترويج غير المشروع للمواد الطبية والصيدلانية وتلك المستعملة في الكشف عن فيروس كوفيد-19 اشتركوا في القناة